المركز الإعلامي لمجلس الوزراء دايماً بيلاقي المتابع للمركز أو للصفحة الرسمية بتاعته بيلاقي دايماً أول بأول تجذيب لكل الشائعات وهي يعني لها حصرة لها في كل الملفات الحية مؤخراً كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف قرار بإسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لجهة خاصة المركز تواصل مع وزارة الأوقاف واللي نفت الأنباء دي بشكل قاطع وأكدت أنه لا صحة خالص لإسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لأي جهة خاصة وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن وشددت على أن إدارة جميع الشؤون الدعوية وتاني إدارة جميع الشؤون الدعوية والتنظيمية لمسجد سيدنا الحسين وغيره الحقيقة من المساجد يعني كل المساجد اللي موجودة في مصر بتكون من اختصاص وزارة الأوقاف بشكل كامل وقالت أن أي نوع من البروتوكولات اللي هي بروتوكولات التعاون اللي بتوقحها الوزارة مع أي من الجهات الخاصة بتكون فقط بغرض الاستعانة بيهم كشركاء في إيه؟ في تنفيذ أعمال تطوير مثلا للمسجد زي ما شفنا طبعا مسجد الحسين يعني أعمال رائعة تجديد حاجة يعني طبعا تحفة فنية الأعمال النظافة، الصيانة، أمن المساجد، الحاجات دي فقط دون إسناد إدارتها لأي من تلك الجهات وطبعا هابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة وإن إحنا نرجع نشوف المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بنأكد على حضراتكو ده مرة وثنين وثلاثة إن إحنا لا نسلم من الشائعات والشائعات يعني لا حصرة لها في كل الملفات مش بكلم على وزارة الأوقاف لكن التعليم مثلا من الملفات اللي دايما بنلاقي فيها شائعات الصحة ومن الملفات اللي بنلاقي فيها شائعات التموين حاجات كتير جدا فأرجوكوا أي خبر تشك في صحيتها أو حتى لو ما شكتش ترجع للمصدر الرئيسي ودلوقتي بقى الوصول للمعلومات بشكل سهل جدا بقى في العديد من الصفحات بقى المتحدثين رسميين بتوع كل الوزارات بيطلعوا علينا والمركز الإعلامي كمان أول بقول بيطلعوا في أي شائعة فأرجوك قبل ما تعمل شير لأي خبر أو قبل ما تنشره قبل ما تصير أي بلبلة نرجع مرة تانية للمصادر الرئيسية والمصادر الرسمية للمعلومات